الحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل نرحب بالمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء دكتور نزار مهداد صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير أستي إذن دكتور موضوع مهم ودائما يعود ويتجدد الحديث به دائما نتحدث معكم عن هذا الموضوع لأهميته ويتم تجديد الحديث عن الآلية التي تتبعونها لمراقبة المؤسسات المعنية العامة في الغذاء والدواء بالبداية صباح الخير مرة أخرى وشكرا على الاستضافة عملية أن الموضوع متجدد لأن الغذاء موجود والمستهلك موجود والمخالفات موجودة والرقابة موجودة ليس بضرورة الرقابة تكون مخالفة ربما تكون أيضا برنامج توعوي وهذا ما نعمل عليه اليوم في المؤسسة العامة للغذاء والدواء موضوع الآلية الآلية المطلقة بالصفة المطلقة للرقابة هي القيام بالحملات التفتيشية المستمرة وأحيانا تكون موسمية مكثفة حسب الموسم يعني في رمضان الحملات التفتيشية تختلف عن آلية تطبيقها مع بداية العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة وأيضا الجامعات اليوم المؤسسة تتبنى فكر التوعية وضرورة التوعية سواء كان المواطن الأردني أو صاحب المنشأة الغذائية أو المصنع الغذائي وأحيانا أيضا المستورد لأن سلسلة تزويد الغذائي تمر في مراحل متعددة فبالتالي كل المرحلة بحاجة إلى توعي من نوع معين ونعتقد في المؤسسة بشكل جازم بأنه التفعيل موضوع التتبع الإلكتروني هو جزء لا يتجزأ من الرقابة النوعية للتفتيش على الغذاء وسلاسل الغذاء وأيضا التفتيش الإلكتروني الميداني هذا ما نصب إليه مع وزارة كيف دكتور؟ ما الذي نقصده بالتفتيش الإلكتروني؟ نعم التفتيش الإلكتروني يكون توثيق إلكتروني للطلعة التفتيشية من ناحية اسم المفتش اسم المنشأة الغذائية موقعها نوع المخالفة الهدف الرئيسي منها رقابة الهدف الثاني تقليص من أعداد العاملين اللاسيما أنه هناك نقص في كل دول العالم يوجد نقص في موضوع الرقابة على الغذاء لذلك فيه أكثر من سياسي يتم اتباعها أيضاً الهدف الثالث من التفتيش الإلكتروني وهذا ما نعمل عليه مع وزارة الاقتصاد الرقمي حقيقة لازم نتقدم إليهم بخالص الشكر وتقدير من خلالكم هذا الصباح الهدف الثالث هو الوصول إلى شفافية درجة شفافية في موضوع التفتيش لأنه يتبع التفتيش أو يبنى عليه ربما مخالفة من درجات متعددة وحسب حدة السلبية ربما يتكون تنبيه ممكن تكون انذار ممكن إيقاف للمنشأة أو إغلاق وإتلاف وتحويل الإدعاء العام فبالتالي يترتب عليها العديد من العقوبات اللي ممكن اتطعن فيها فبالتالي إذا كانت مصورة وموثقة إلكترونياً تكون بيّنة قضائية ناجعة في رد أي اعتراض مخالف خاصة إذا ما تكررت هذه المخالفات كم تبلغ دكتور عدد الفرقة التفتيشية المعنية بمراقبة المنشآت الغذائية يعني هذا سؤال جداً مهم نحن اليوم 18 فرع يتبع المؤسس العام للغذاء والدواء بمعنى آخر غطينا كل محافظات المملكة بالإضافة إلى الأقاليم السياحية لأنه إحنا برضو شغالين مع تشجيع السياحة الداخلية وأيضاً الخارجية فبالتالي 18 فرع الفرق العاملي في كل فرع لا تقل عن فريقين وخصوصاً في الأفرع الحديثة الإنشاء وبحدها الأقصى صد فرق تعمل طبعاً بشكل مستمر يعني في الأيام العادية شفتين الشفت الصباحي والشفت المسائي وببعض الأحيان على مدار الأربعة وعشرين ساعة زي ما نعمل في رمضان طيب دكتور نريد أن نعرف الآن عن عدد المخالفات دائماً ما نتابع هذا الموضوع عدد المخالفات في النصف الأول من العام الحالي التي رصدتموها للمنشآت الغذائية المنشآت الغذائية عدد المخالفات كان يعني بحدود الأربعمية وخمسين مخالفة طبعاً هذه كانت متعددة سواء كان إنذار أو إيقاف أو إغلاق لكن الشيء المهم هو الإغلاق اللي بنتج عنه إغلاق للمنشآت زائد أتلاف كان بحدود الـ 291 أغلاق من أصل ثلاثة وأربعين وستمائة ألف طلع يعني نتحدث عن رقم بسيط جداً لموضوع الأغلاقات لم تتعدى سوى 0.66% يعني أقل من 1% من عدد الطلعات كانت أغلاقات وهي أقصى عقوبة ممكن تقع على المنشآت الغذائية والسبب في ذلك باعتقادي شخصي المتواضع هو زيادة وعي المواطن وزيادة وعي أيضاً التاجر وأصحاب المنشآت الغذائية تتحدث دكتور عن نسبة تعتبرونها نسبة قليلة وإذا ما قرناها بنصف الأول من الأعوام السابقة نجد انخفاضاً؟ عادة ما تتم المقارنة داخلية مع سنوات سابقة أو خارجية مع دول في نفس المستوى ونحن نعتبر من المستوى المتقدم والرائد في مجال الرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي أول منظومة رقابية في المنطقة كلها تأسيسها 2003 فبالتالي مقارنة أنفسها مع الغير لا تقل نسبة الأغلاقات في الدول المتقدمة عن 2.5-3% دكتور تحدثت عن تقريباً عدد 200 مخالفة تختص بالإغلاقات ما طبيعة المخالفات التي تستدعي إغلاقات؟ التي حصلت الآن في هذا النصف الأول من العام المخالفة عادة تتبع حدة السلبية التي توجد أثناء التفتيش الأغلاق تكون الحد عالي جداً السلبية حادة عادة ما ترتبط نريد دكتور نريد مثال نعم عادة ما ترتبط بصلاحية المادة الغذائية للاستهلاك البشري وجود بعض المواد منتهت صلاحية هذه بشكل مباشر تكون أغلاق وتحويل الإدعاء العام لأن تطبيق القانون واجب وأحنا بتوجيهات جلال سيدنا أيضاً دولة ذات اهتمام كبير بتطبيق القانون وسيادة القانون فبالتالي وجود مادة منتهت صلاحية وتؤثر على الاستهلاك البشري تدخل يعني حيز الجنائية نعم العقوبة الجنائية شكراً جزيلاً لك دكتور يعطيكم العافية على هذه الجهود وشكراً لتوجودك معنا أيضاً في الاستوديو المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء ودواء دكتور نزار مهدات شكراً لتوجودك شكراً لكم